بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجال في حلقة جديدة على شاشتنا المفضلة شاشة النيل للتعليم الفني إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا استكمالا لموضوعات الرياضة المالية بدأنا في الحلقات السابقة بالباب الأول وكان الفصل الأول عندنا بعض الموضوعات السهلة الجميلة زي موضوع العلاقة بين الفائدتين البسيطة والمركبة وقدرنا ندرس كم حالة من حالات العلاقة بين الفائدتين البسيطة والمركبة خدنا حالة إن يديني فيه واحد وفيه اتنين جاهزين وقدرنا نتعامل معها وعرفت إن المعدل بيساوي الفرق على فيه واحد أو زي ما إحنا حلنا المرة اللي فاتت قلنا المعدل بيساوي فيه اتنين ناقص فيه واحد وهو ده طبعا الفرق على فيه واحد فيه مية يبقى عندي المعدل بيجي بطرق تان يما أقول فيه 2 مقص فيه 1 على فيه 1 في 100 أو أقول الفرق على فيه 1 في 100 طيب بعد كده إزاي أجيب المبلغ قلنا المبلغ بيساوي الفايدة الأولى على عين من 100 وقدرت أحصل على المبلغ وطبعا كان معنا بعض الموضوعات أو بعض التمرين المهمة اللي قدرنا نتعامل معه عندي كمان النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الباب أو هنبدأ في الفصل الثاني من الباب الأول اللي هو موضوع الجملة المركبة الجملة المركبة الحقيقة من الموضوعات السهلة والجميلة واللي مفيش امتحان بيخلو منها لو بصنا على الامتحانات السابقة لامتحانات الدبلوم في مادة رياضة المالية هنلاقي موضوع العلاقة وموضوع الجملة ما ينفعش امتحان ما يجيش فيه ما شفناش امتحان ما فيش فيه جملة أو مسألة علاقة فالباب الأول ده من الموضوعات أو من الأبواب المهمة جداً في منهج الرياضة النهاردة إن شاء الله هم يتكلم مع بعض عن موضوع الجملة المركبة ويعني إيه جملة مركبة؟ يعني إيه جملة أساساً من الأول درسنا في الصف الثاني إن الجملة هي عبارة عن أصل المبلغ زائد الفوائد اللي تم احتسابها عن هذه السنة يبقى الجملة عبارة عن ألف زائد فيه طب الجملة البسيطة هي الجملة المركبة المنطق واحد أو القانون واحد ولكن إحنا عارفين إن في الفايدة المركبة جملة السنة السابقة هي مبلغ السنة الحالية أو جملة أي سنة هي مبلغ للسنة القادمة فبالتالي الفايدة المركبة فايدة متزايدة لذلك عملنا قانون للجملة المركبة قلنا إن الجملة المركبة جيم بتساوي ألف في واحد وعين من مية قس الفترة اللي أنت عاوزها أو عدد السنوات اللي موجودة عندك في التمرين فلما هنيجي نشوف كده بداية الشغل بتاعنا هو بنقول أول موضوع عندي الجملة المركبة هنشوف مع بعض على الشاشة هو الجملة المركبة بتقول إيه أهو الفايدة المركبة والجملة المركبة قادي أول قانون على الشاشة عندنا بيقول إيجاد الجملة المركبة بالآلة الحزن إيه هي الجملة أو الدنيا ماشي معايا إزاي في الجملة تعالوا مع بعض نشوف آه بيقول لي الجملة جيم بيساوي ألف اللي هو أصل المبلغ في واحد وعين من مية وخد بالك إن العين هنا تكلمنا عليها حدوطة كبيرة وتكلمنا عليها واحد وعين من مية أس نون نقول بس القانون مرة تانية الجملة بتساوي ألف في واحد وعين من مية أس نون دي كده الجملة تمام زي ما قلنا الجملة بتساوي إيه الجملة بتساوي ألف في مستخرج الجدول الأول أو واحد وعين من مية أس نون يبقى انا عندي الجملة المركبة جيم بيساوي الف في واحد وعين من مية قص نون تعالوا مع بعض برضو نشوفها كده نكتب بورقة وقلم ونشوف احنا عايزين نقول ايه الجملة المركبة هنسميها جيم الجملة المركبة هنسميها جيم والجيم بيساوي الف في واحد وعين من مية الكل قص ايه نون اللي هي وحدات الزمن اللي عندي يبقى دي اول حاجة اشتغلنا عليها الجملة بيساوي الف واحد وعين من مية اس نون طب انا حافظت القانون ده اعرف حل تمام حفظ القانون شيء مهم جدا ولكن لازم افهم انا بتعامل مع القانون ازاي تبديه ايه بقى كمان دي حاجة اسمها الفايدة الفايدة بتساوي الجملة اللي حضرتك تعبت وجبتها ناقص اصل المبلغ يبقى انا عندي كم قانون عايز اشتغل بيهم في الاول كده قانونين قانون الجملة قانون الفايدة طيب هنفترض ان انا حافظت القانونين ممكن تديني تمرين ونحله مع بعض بالكلام ده تعالوا نشوف مع بعض لما اجا اقول لك اوداع تاجر مبلغ خمس تلاف جنيه في بنك اوداع تاجر مبلغ خمس تلاف جنيه في بنك بمعدل فائدة مركبة كم في المية نقول تمانية في المية مثلا سنويا تمانية في المية سنويا الكلام ده بقى لمدة قد ايه قال لي لمدة تلات سنوات احسب واحد الفائدة الاول الجملة المركبة والفائدة المركبة دايما الطالب الشاطر اللي بيركز في شغله بيبتلي طلع معطيات التمرين في الاول دايما اقول له اصل المبلغ قلت لي بخمس تلاف معدل الفائدة قلت لي بتمانية في المية طب المدة اللي عندي كم سنة قلت لي تلات سنوات ده كلام جميل جدا ايه المطلوب عاوز الجملة وعاوز مجموعة الفوائد في نهاية المدة طلعت معطيات التمرين ابتدي اتعامل مع التمرين خطوة خطوة اكتب الاول القانون واحنا شطار جدا وقلت لي احنا حفظنا القانون القانون بيقول ايه بيقول لي ان الجملة بيساوي الف في واحد وعين من مية قص نون ده كلام كويس جدا تعالوا بقى نعود هتقول لي الالف بتاعتنا بخمس تلاف في واحد علامة صفر تمانية ليه حطيت صفر برافو عليك سامعك وانت بتقول لي حضرتك قلت لنا في الحلقة اللي فاتت ان لو المعدل اقل من العشرة لازم احط صفر بعد العلام وفعلا التمانية اقل من العشرة برافو برافو قص نون عندي بكام تلات على طول تمسك الالة بتاعتك وخلي بالك انا عايزك تتمرن كتير جدا على مسكة الالة برافو عليك تمسك الالة وتعوض وتشتغل وتطلق النواتج دايما يا جماعة اي تعلم لازم ييجي بالتمرين وبالاستمرار وبالممارسة هتمسك الالة بتاعتك طالب يقول لي اصلا يعني الالة بتلخبط معايا وفيه ارقام بتطلق مش هتيجي لما انت تشتغل بايدك لازم تشتغل على نفسك وبايدك وتبقى دايما بتتمرن على التمرين اللي بناخدها وان شاء الله تطلع النواتج سليمة وهتديب النمر انهائي هتمسك الالة بتاعتك وتكتب اول حاجة كام نبدأ اوه خمس تلاف يبقى تقول لي خمس تلاف فيه واحد علامة صفر تمانية قص تلاتة يطلع الكلام ده بكام يطلع الكلام ده معاك بستة الاف متين تمانية وتسعين و تمانية وخمسين من مية رفو عليك بس شايف حد ساب الالم من ايده وقال انا خلصت طبعا لا دايما بتكرق التمرين كويس وكما عودناكم في الحلقات السابقة ان قراءة التمرين بهدوء هو نص الحل لما بتكرق تمرينك كده بعصاب هادية وتطلع وتبص باعنيك على المعطيات اللي موجودة ايه اللي في ايديك خلاص انا عرفت ان معايا مبلغ معدل مدة طب انت طالب مني ايه جملة وفايدة انا جبت معايا ايه الجملة لسه بقيلك الفايدة يبقى اوعى ترمي الالم من ايدك او تنقل على تمرين تاني من غير ما تبص على المطلوب كان مطلوب منك مطلوب ولا اتنين ولا تلاتة طب انا كده كان مطلوب مني اتنين جبت الاول برافو عليك لسه حابب اجيب الفايدة هتمسك المعطيات اللي عندك بما فيهم الجملة خلاص الجملة انت جبتها هتقول الفوائد بيتسوي ايه او الفايدة بتسوي ايه الجملة ناقص اصل المبلغ برافو عليك طب الجملة دي جبها منين ايه انت جتاهي يبقى 6,298 و58 من مية ناقص اصل المبلغ بتاعنا كام قلتلي كان 5000 يبقى لما هتطرح 6,298 ناقص ناقص 5000 يديني 1298 و58 من مية يبقى كده سيادتك مشكور قدرت تجيب الجملة وقدرت تجيب الفايدة يبقى ايه خلاص قدرت تاخد النمر النهائية بتاعت التمرين بمنتهى البساطة التمرين ده من التمرين المهمة جدا جدا اللي عايزك تشتغل على نفسك فيه تبدأ به بموضوع الجملة افكرك تاني ان الجملة المركبة اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقتي جات ازاي او قلنا فيها ايه قلنا الجملة المركبة جيم بيساوي الف في واحد وعين من مية السنون طيب القانون ده اسمه قانون ايه ده اسمه قانون الالة الحاسبة قانون الالة الحاسبة ممكن ناخد كمان تمرين على نفس القانون علشان نقدر نعوض ونقدر نشوف اللي احنا عاوزينه هيكون ايه شوف معايا كده تمرين كمان بيقول اودع تاجر بيقول لي اودع تاجر اودع تاجر تمن تلاف جنيه في بنك البنك ده يحسبه بمعدل فائدة مركبة كان في المية تسعة في المية سنوية او تسعة وواحد من عشرة في المية سنوية لمدة اربع سنوات احسب واحد الجملة المركبة اتنين مجموع الفوائد طيب ده كلام كويس جدا واول حاجة بنطلع معطيات التمرين زي ما حطيتكم عارفت الجملة المركبة ومجموع الفوائد عاوز اجيبهم بطلع الالف بكام بتمان تلاف بطلع المعدل اللي تسعة وواحد من عشرة في المية وخلي بالك من المعدل ده فيه كسر علشان بعد دقيقتين بالزبط هنخش في الجدول الاول واعرفك امت استخدم الجدول وامت استخدم الالة الحزبة ولو ان في ناس اصلا بتفضل الالة الحزبة ولكن الجداول المالية بتسهل عليك في الانتحان زي ما هنشوفها دلوقتي مع بعض المدة عندي باربع سنوات طيب انا كده معايا المؤترات بتاعتي عاوز مين عاوز الجملة اقول له اكتب قانون الجملة بالالة الحزبة اللي هو الف في واحد وعين من مية الكل اص نون تعالوا نعوز قلتلي الالف بكام بتمن تلاف جنيه في واحد علامة المعدل هنا كام تسعة واحد من عشرة ده اكبر من العشرة لا طبعا ده اقل من العشرة يبقى حطي صفر وبعدين اكتب تسعة واحد اص كام سنة اص اربع سنوات هتمسك الالة بتاعتك وتقول التمن تلاف افتح قوس واحد علامة صفر تسعة واحد تقفل القوس وتقول اص اربعة يطلع معاك الناتج بالزبط وبالتحديد باحداشر الف تلتمية اربعة وتلاتين وخمستاشر من مية كده انت قدرت تحصل على مين على الجملة عاوز كمان اجيب الفايدة طب ما كنت يا مستر قلت لنا الجملة ناقص المبلغ طب الجملة اللي انت انسا جيبها بكام قلت لك الجملة باحداشر الف تلتمية اربعة وتلاتين وخمستاشر من مية ناقص اصل المبلغ بتامن تلاف يبقى الفايد اللي عندنا بتلات تلاف تلتمية اربعة وتلاتين وخمستاشر من مية كده قدرنا نجيب الجملة وقدرنا نجيب الفايد طيب حضرتك قلت لنا ان ده قانون اسمه قانون القلل حزبة اسمه ايه قانون القلل حزبة تعال معايا تاني كده ونفتكر اللي احنا قلناه من بداية الحلقة انا قلت علشان اجيب الجملة المركبة قلنا علشان نجيب الجملة المركبة عندي طريقتين اصل الجملة المركبة كانت ايه اصلها كان الجملة بيساوي اصل المبلغ في واحد وعين من مية السنون والقانون ده احنا سميناه مع بعض قانون الالة الحسبة وده بيصلح دايما في كل الحالات بس بيستخدم اكتر اذا كان المعدل او المدة غير موجودة بالجداول يبقى احنا قلنا بيصلح لجميع الحالات عشان ده الاساس بس بنستخدمه اكتر وخصوصا لو المعدل او المدة غير موجودين بالجداول المالية هتقولي طيب ايه الجداول المالية هقولك الجداول المالية احنا هنشتغل بجدول اسمه الجدول الايه الاول الجدول ده اسمه الجدول الاول يبقى الجداول المالية اول حاجة هنشتغل بها مين الجدول الاول ده بيستخدم لإيجاد الجملة المركبة يبا احنا معنا ضيف جميل اسمه الجدول الأول هنستخدمه في إيجاد الجملة المركبة الضيف ده هنستعمله ازاي اقول له ان الجملة بتساوي ألف في جيم نون بمعدل عين في المية ودي هنسميها مع بعض مستخرج الجدول الأول أسفل عين في المية وأمام نون من وحدات الزمن طيب ممكن تفهمنا أكتر بتمرين علشان الدنيا توضح معنا أكتر تعالوا نشوف مع بعض لو شفت تمرين كده جماعة بيقول لي اقترض تاجر اقترض تاجر تمن تلاف جنيه التاجر ده خد كارد كان تمن تلاف جنيه من بنك يحسب فوائده من بنك يحسب فوائده المركبة بمعدل تسعة في المية سنويا عاوز مني ايه قال لي احسب الجملة المركبة طيب في نهاية قد ايه ست سنوات ده التمرين الجميل بتاعنا بنقول في ايه اول حاجة تعملها ودي دايما دايما بنأكد عليها امسك الاول ايه اللي موجود في التمرين وطلع معطياتك اي تمرين عندك بتطلع المعطيات الاول ايه المعطيات اللي عندي تلات حاجات مبلغ معدل مدة اي تمرين رياضة لازم يطلع معطياته الاول وابص بعيني على المعطيات دي ماشي ازاي وبعدين ابتدي اتعامل مع المطلوب بطريقة سهلة وجميلة يبقى لما هذا طلع المعطيات اللي عندي اقول له انا محتاج تلات معطيات محتاج اصل المبلغ محتاج المعدل محتاج المدة اصل المبلغ بتاعنا بكام بتمن تلاف المعدل بتسعة في المية المدة ست سنوات المدة قد ايه ست سنوات طيب عندي الطالب الشاطر في الامتحان يقول لي اخر الكتاب عندي كان فيه حاجة اسمها الجدول المالية بص كده الجدول المالية اللي عندك لو بصناها على الشاشة ايه الجدول المالية اللي عندنا هي ده اسمه الجدول الاول هتاخد تحت تسعة في المية من الجدول اهو يعني ممكن بمسطرة كده ايه ده جدول التسعة في المية اهو انزل كده بالمسطرة قدام الست سنوات واخد الرقم اللي قدام يبقى ده كان شكل الجدول الاول اللي عندنا فبنقول بنستعمل الكلام ده ازاي بقول له دايما لو المعدل والمدة موجودين في الجدول يعني المعدل هنا التسعة في المية والمدة بتاعتنا ست سنوات ده مستخرج الجدول الايه الاول دول موجودين موجود في الجدول هعمل ايه يفضل يفضل انك تشتغل بالجدول واحد دولي طب لو استغلت بالاقل حزبة ما عنديش مشكلة بس دايما احنا بنحب السهل دايما الرياضة تحب السهل معاكل معدل موجود في الجدول الاول ومعاكل مدة موجودة في الجدول الاول اكتب بقى القانون هتقول الجملة بيساوي الف في مستخرج الجدول الاول عند نون بمعدل عين وهنكتب اكتر عشان نأكد مستخرج جيم واحد او الجدول الاول سمع طالب شاطر بيقول لي يعني اكتب هنا في الالف تمن تلاف صح في مستخرج الجدول الاول امام ست سنوات واسفل كم في المية تسعة في المية هتطلع الجدول بتاعتك يبقى دي التمن تلاف في مستخرج الجدول الاول اللي معاك هتدور تحت تسعة في المية قدام ست سنوات هيطلع معاك بحس الجدول بواحد علامة ستة سبعة سبعة مية هتمسك القلة الحزبة وتضرب الكلام ده في تمن تلاف يطلع الناتج بتلاتتاشر الف ربعمية وستاشر علامة تمانية كده انت قدرت اجيب مين قدرت اجيب الجملة قدرت اجيب الجملة عاوز كمان اجيب الفوايد اقول الفوايد بيساوي الجملة ناقص المبلغ طيب الجملة اللي انت جبتها بكام بتلاتتاشر الف ربعمية وستاشر وعلامة تمانية اصل المبلغ كان تمن تلاف يبقى الفوايد بتاعتنا بخمس تلاف ربعمية وستاشر وتمانية من عشر ده كان مستخرج الجدول الاول او الحل بطريقة الجداول المالية وسواء حلت بالجداول او حلت بالالة الحزبة الطريقتين ما عندناش مشكلة فيهم عندي برضو تمرين ممكن نشوفه على الشاشة مع بعض ونرجع كمان على القوانين اللي قلناها التمرين على الشاشة زمنتو او القانون على الشاشة بيقول الجملة بيساوي الف في جيم نون بمعدل عين او مستخرج الجدول الاول طيب خد بالك كويس معايا ده قانون الجملة المركبة باستخدام مستخرج الجدول الاول جيم نون بمعدل عين دي بنسميها مستخرج الجدول الاول طيب والفايدة قال الجملة ناقص المبلغ طيب لو انا حبيت اخد تمرين على الكلام ده تاني بيقول لي اودع شخص مبلغ خمسين الف جنيه اودع شخص مبلغ خمسين الف جنيه في احد البنوك بمعدل فائدة مركبة كان تمانية في المية سنوية لمدة اتناشر سنة اوجد واحد الجملة المركبة اتنين الفائدة المركبة في نهاية المدة تعالوا نشوف الحل كده مع بعض بيقول لي الجملة بتساوي الف واحد وعين من مية سنون يعني خمسين الف في واحد وتمانية من مية قس ستناشر على طول بالقالة الحسبة تقدر تجيب الجملة يطلع معاك اتناشر الف خمسمية مية خمسة وعشرين الف تسعمية وتمانية وواحد وخمسين من مية طيب انا جبت الجملة عاوز ايه كمان عايز اجيب الفايدة عايز اجيب الفايدة اقول للفايدة حذرك قلت تجيب ناقص الف تمام يبقى الفايدة هتساوي الجملة اللي احنا جبناها بمية خمسة وعشرين الف تسعمية وتمانية وعلمة واحد وخمسين ناقص اصل المبلغ بكام قلت ليه بخمسين الف يبقى كده اقدر اقولك ان الفايدة بتساوي خمسة وسبعين الف تسعمية وتمانية وواحد وخمسين من مية ده كان تمرين سهل جدا 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 وقدرنا نجيب فيه الجملة والفايد يبقى كده اشتغلنا على قانون للقالة الحزبة وقانون للجداول المالية سواء للقالة الحزبة او الجداول المالية هيديك نفس الناتق والطريق تنصح ولكن احنا بنفضل قانون الجدول الاول لما فيه من سرعة انت في الامتحان بيجي لك الجدول موجود معك جاهز يدوب بتلمح بعنيك وتاخد الرقم اللي قدام الجدول تضرب في المبلغ وبالدنيا بتبقى سهلة وبسيطة معك حفاظا على وقتك في الامتحانات طيب اذا كان المعدل فيه كسر او المدة مدة كبيرة او مدة كانت بينية وجدت رقم كبير او مش موجودة في الجداول هنا بنتطر لنلجأ لقانون الالة الحزبة اللي احنا اشتغلنا عليه يبقى دايما قانون الجملة اسرع بالجداول المالية ولو الجداول فيها مشكلة هنرجع لأصل القانون اللي هو قانون الالة الحزبة عندي كمان بعض الافكار اللي عايزين نقول عليها يعني ممكن نشوف فكرة جميلة جدا معنا بيقول ايه بنقول مبلغ ستة الاف جنيه مبلغ كام ستة الاف جنيه المبلغ اللي معانا هو ستة الاف جنيه ده اصل المبلغ اللي معانا المبلغ ده كان معايا ستة الاف جنيه او استلافت من البنوك ستة الاف جنيه بمعدل فائدة مركبة بمعدل فائدة مركبة تمانية في المية سنويا وذلك لمدة اتناشر سنة طيب انا كده معايا مبلغ ومعايا معدل ومعايا مدة احسب ركز بقى في المطلوبات اللي معانا اول مطلوب عاوز ايه اول مطلوب عاوز الجملة المركبة اول مطلوب عاوز الجملة المركبة تاني مطلوب عاوز مجموع او الفائدة المركبة في نهاية المدة عاوز الفائدة المركبة في نهاية المدة تالت مطلوب عاوز الفائدة المستحقة عن السنة الخامسة فقط دي فايدة بينية يعني عايز فايدة سنة معينة طب بالراحة مع بعض كده في التمرين ده وعايزين نركز في التمرين ده كتير مع بعض نشتغلوا بالراحة كده ونشوف احنا عاوزين ايه من التمرين قال لي دايما زي ما انت بتقول طلع المعطيات بتاع التمرين ادي اصل المبلغ بستة لاف المعدل اللي عندنا بتمانية في المية السنوات اللي عندي باثناشر سنة تعالوا نشوف مع بعض المطلوب الاول حضرتكم تعاوز الجملة تمام الجملة بتسوي اصل المبلغ في مستخرج الجدول الاول عند تحت تمانية في المية قدام اتناشر سنة قلت لي طيب المبلغ ستة لاف لما هجيب المستخرج الجدول الاول يطلع اتنين علامة خمسة واحد تمانية واحد سبعة ممكن تكتفي بخمس او ستة ارقام بعد العلامة يعني يديك نتيجة برضو قريب اضرب الكلام ده في ستة لاف يساوي خمستاشر الف مية وتسعة علامة سفر اتنين حضرتك جبت ايه جبت الجملة يبقى اول مطلوب عندي كان الجملة المركبة طيب عاوز تاني مطلوب كان طالب حاجة سهلة جدا اسمها الفوائد في نهاية المدة واحنا عارفين ان الفوائد بتساوي الجملة ناقص اصل المبلغ تمام هتعمل ايه هنا هتقول لي الجملة انا لسه جايبها بخمستاشر الف مية وتسعة علامة زير واثنين ناقص اصل المبلغ بكام بستة لاف كده قدرنا نجيب الفوائد بالطرحة اطرح يديلك تسعة تلاف مية وتسعة علامة زير واثنين ده كده قدرت اجيب الجملة وقدرت اجيب اصل المبلغ طيب اقدر اعمل ايه كمان اشوف بقى المطلوب التالت ده وعاوزك تركز جدا جدا في المطلوب التالت عاوز ايه في المطلوب التالت عاوز فائدة السنة الخامسة فقط هي اللي هي اكتر من طريقة ولكن اسهلهم وادقهم اقول له فيه خمسة طبعا كل طرح دي نفس الطريقة بس دي اسهل ليك انت عشان الجداول اقول له اصل المبلغ في مستخرج السنة اللي انت عاوزها ناقص مستخرج السنة اللي قابلها يعني ايه يعني حضرتك بتقول لي تاني يا جماعة لما تطلب فائدة السنة الخامسة فقط لما نطلب فائدة السنة الخامسة فقط اقول له لإيجاد فايدة السنة الخمسة بقول بقول أصل المبلغ ونفتح قوس واجيب مستخرج السنة اللي مطلوبة ناقص السنة اللي قبلها أو جيب نون ناقص جيب نون ناقص واحد يبقى هنا لازم تعرف لو هو طالب فايدة السنة الخمسة أقول له عايز الخمسة ناقص الرابعة الخمسة ناقص الرابعة تاب لو طالب فايدة السنة التامنة أقول له التامنة ناقص السبعة يبقى بشوف الفايدة اللي مطلوبة واجيب الفايدة المطلوبة المستخرج المطلوب والمستخرج اللي قبله او عند المدة المطلوبة والمدة اللي قبلها يبقى انا بقول فايدة السنة الخمسة فقط فيه خمسة بيساوي الف افتح قوس جيم خمسة بمعدل تمانية نقص جيم اربعة بمعدل تمانية تب ليه قلت خمسة واربعة لانه كان طالب كام خمسة هو طالب السنة الخمسة يبقى اقول اجيب الخمسة ومين والربعة طيب ادي اصل المبلغ اللي عندنا كان بستة الاف نفتح قوس افتح كده الجداول المالية تحت معدل تمانية في المية قدام خمس سنوات يطلع كام هات المستخرج ده يقولك واحد علامة اربعة ستة تسعة تلاتة اتنين تمانية طيب انا كده جبت المستخرج السنة الخمسة هات بقى امام اربع سنوات يبقى برضو هتبص على الجدول بتاعك تحت تمانية في المية قدام السنة الرابعة يدي لك واحد علامة تلاتة ستة سفر اربعة تمانية بالالة الحزبة وهتقول لي خد بالك من دي كويس وانت بتشتغل بالالة هتبدأ الاول بمين بالستة الاف وبعدين نفتح قوس وتكتب واحد علامة اربعة ستة تسعة تلاتة اتنين تمانية نقص واحد علامة تلاتة ستة ماشيين مع بعض هوا واحد علامة تلاتة ستة سفر اربعة تمانية تمانية هتقفل القوس وهتدوس يساوي يطلع معاك بالزبط وبالتحديد ستمية تلاتة وخمسين واربعة من مية ستمية تلاتة وخمسين واربعة من مية وبكده تقول قدرت تحصل على فايدة السنة الخمسة فقط يبقى احنا كده عملنا ايه جبت جملة او الجملة المركبة في نهاية المدة اللي هي نهاية الاثناشر سنة وجبت الفايدة المركبة في نهاية المدة اللي هي في نهاية الاثناشر سنة وبعد كده قدرت اجيب فايدة السنة الخمسة فقط هو كان بديني مدة اثناشر سنة وطلبت فايدة من النص فايدة السنة الخمسة قلت لأصل المبلغ افتح قوس مستخرج السنة الخمسة ناقص مستخرج السنة اللي قابليها اللي هي الرابعة من الجدول الاول خد بالك احنا لسه في بداية السنة وبنقول الجدول الاول الجملة المركبة جدول اول الجدول الاول جملة مركبة هو ده شغلة الجدول الاول بيحصل على الجملة المركبة للمبلغ طيب عندي كمان تمرين سهل وبسيط عايزين نشوف طالب مننا ايه بيقول لي التمرين اللي احنا نشوفه دلوقتي احسب الجملة المركبة احسب الجملة المركبة لمبلغ اتناشر الف جنيه يبقى المبلغ اللي عندنا بكام باتناشر الف جنيه في نهاية عشر سنوات ونصف عشر سنوات وايه ونصف طيب خلي بالك ده مديني عشر ونصف عشر ونصف سنة ايوة انا عارف ان انت مستغرب ان الجدول قدامك ما فيهوش عشر ونصف الجدول الاول بمعدل فائدة مركبة بمعدل فائدة مركبة اتناشر وربع في المية سنوية ده كلام كويس جدا طيب تعالوا نشوف مع بعض التمرين ده هنتعامل معاها وهنحل التمرين ازاي بص معايا كده هتطلع اصل المبلغ قلتلي اتناشر الف ما عنديش مشكلة فيها دي خالص بس لما جدت قولي المعدل بيقولي اتناشر وربع اتناشر ربع تكتب كده اه اتناشر وربع في المية وده معدل سنة ومعنديش مشاكل فيه بعد كده لما جدت اشوف المدة حضرتك بتقولي عشرة ونصف سنة عشرة ونصف سنة طيب ممكن سيادتك تدور في الجدول المالية على اتناشر وربع قلتلي بدور ملقتش اتناشر وربع ده في اتناشر وبعدها تلاتاشر تمام برافو عليك يبقى ده غير موجود يبقى هنا اول حاجة شفناها ان المعدل ده غير موجود بالجدول الاول تمام هي كده خلصت لازم نستخدم الاول الحزب بس كمان لما بنبص على المدة عشر سنين لقيتها غير موجودة بالجدول كده خلاص انا قدرت احدد انا عايز ايه قلتلك هنشتغل بالايه بالالة طب ممكن تفكرني بقانون الالة اللي خدنا في بداية الحلقة قلتلي تمام الجملة بيساوي اصل المبلغ في واحد وعين من مية الكل السنون طيب بالروحة بقى كويس وانت بتطبق القانون بقولك ان الجملة بتاعتنا بيساوي اتناشر الف في واحد علامة المعدل كام اتناشر وربع ده اكبر من عشرة برافو عليه المعدل اكبر من عشرة يبقى مش هنحط سفر بعد العلامة تسيب العلامة كده وكتب الاتناشر وربع طبعا نشي العلامة دي يبقى تكتب واحد علامة واحد اتنين اتنين خمسة كي انك كتبت الاتناشر وربع من غير العلامة قص كان بقى ايوة قص عشرة ونص هنكتب قص عشرة ونص طبعا هكتب قص عشرة ونص ما عنديش مشكلة في الجزية دي خالز هنا هنتعامل مع المسألة بالالة الحزبة واللي عايد يمشي معايا خطوة خطوة مستنيك او لما تمسك الالة امسك الالة الحزبة وكتب معايا اتناشر الف اهو نفتح قوس واحد علامة واحد اتنين اتنين خمسة اقفل القص والقص زرور القص اللي عندك على الالة قص عشرة علامة خمسة يعني قص عشرة ونص شوف كده الناتج طلع معاك كام هيطلع عربعين الف تلتمية سبعة وسبعين علامة خمسة وتلاتين يبقى انت قدرت تحصل على الجملة المركبة طب لو كان طلب منك الفوائد قلت لي لا خلاص باحنا الحلقة دي فرقت معانا وقالت لنا ان الجملة ناقص المبلغ يدي على طول الفايدة هتقول لي طب ما الجملة احنا يسا جايبينها باربعين الف تلتمية سبعة وسبعين وخمسة وتلاتين دي الجملة اصل المبلغ كان باثناشر الف لما تطرح يدي لك تمانية وعشرين الف تلتمية سبعة وسبعين علامة خمسة وتلاتين كده انت قدرت تجيب الجملة المركبة وقدرت تجيب الفايدة وتعاملنا مع التمرين اللي اتعرضنا لها سواء كان المعدل والمدة موجودين في الجداول وقلتلك بتساهل على نفسك وبصة واحدة كده في الجدول بنظرة جميلة كده بجيب المستخرج الجدول الاول واضربه في اصل المبلغ اللي عندي يقوم الديني الجملة المركبة دي كانت الجملة المركبة باستخدام الجداول المالية طيب في الحالة اللي فاتت او التمرين اللي كان معانا دلوقتي لقينا ان المعدل او المدة مش موجودة في الجدول الاول عملنا ايه قلنا هنشتغل بقانون الالة في الحزبة جبت الالة الحزبة وامتشغال الجملة بالالة الحزبة الف في واحد وعين من مية اث نون والفايدة طبعا متعودين عليها جيم ناقص ال ده كان اول حاجة بدأنا بيها واشتغلنا عليها ان الجملة المركبة والفايد المركبة اما ان تحصل عليها بالجدول الاول واما ان تحصل عليها بقانون الالة الحزبة عاوز كمان افكرك او نقول بعض الافكار البسيطة السهلة زي ايه زي ان المعدل ممكن يكون معدل غير سنو لما يقول لي اوضع شخص سبع تلاف جنيه في بنك التاجر ده حط في البنك سبع تلاف جنيه بفائدة مركبة معدلها خد بالك بقى كويس المعدل هنا هيكون ازاي وهنقول في ايه المعدل خمسة واثنين من عشرة المعدل كان خمسة واثنين من عشرة في المية خمسة واثنين من عشرة في المية كل ست شهور كل ست شهور انا كتبتها بلون مختلف علشان اعزقنا الطلب والطالبات يركزوا معانا احنا هنعمل فيها ايه احسب الفائدة والجملة احسب الفائدة والجملة المستحقة له نهاية عشر سنوات بصوا معايا كده كويس في التمرين ده وركز احنا هنشتغل ازاي اول حاجة بنطلع معطيات المسألة قلتلي الالف بسبع تلاف برافو عليك ده اصل المبلغ قلتلي المعدل بخمسة واتنين من عشرة في المية اقول لك متأكد قلتلي ايوة خمسة واتنين من عشرة طب نكمل كده والمدة عشر سنوات للأسف لو اشتغلت على كده المسألة هتطلع معاك غلط ليه يا مستر ما هو قال لي خمسة واتنين من عشرة هو انت كتبت خمسة واتنين من عشرة هو المعدل كان كام برافو عليك قلتلي خمسة واتنين من عشرة في المية كل ست شهور هتقول لي لازم دي طبعا طبعا لازم دي لان هنا المعدل اللي معايا معدل غير سنوي المعدل ده معدل غير سنوي يبقى تقول لي هنا المعدل لازم يتكتب على بعضه كده المعدل هنا كام نقولها تاني خمسة واتنين من عشرة في المية كل ست شهور طيب هشتغل ازاي اول حاجة لازم احسب حاجة اسمها مرات التعليق او مرات الاضافة مرات الاضافة دي اسمها ميم اسمها ايه ميم اللي هي مرات الاضافة ودي بتسوي شهور السنة كام شهر برافو عليك اتنشر شهر اللي هي شهور السنة على الشهور اللي موجودة بعد كلمة كل او في المعدل كام شهر ست يبقى دي شهور المعدل اتنشر على الستة فيها الكام قلتني مرتين برافو عليك يبقى الفايدة هنا هتتضاف كام مرة في المعدل مسألة بتتضاف مرتين. هرجع بعد كده اجيب وحدات الزمن. وحدات الزمن اللي عندي نون. بتسوي ايه? بتسوي المدة اللي كانت موجودة عشرة. المدة اللي كانت موجودة عشر سنوات. في كم مرة? في مرتين. في كم مرة? في مرتين اللي انت لسه حاسبها. عشر سنوات في المرتين. يبقى عشرين وحدة زمن. يبقى عشرين وحدة زمن. ايه الهدف من اللي انت عملته ده? الهدف من الكلام ده ايه? هقولك ان الهدف من الكلام ده لازم لازم اكون عارف ان المعدل الغير السنوي بيتعدل على خطوطين. مرات الاضافة دي اسمها مرات الاضافة. او مرات التعلية. مرات الاضافة طلعوا كم مرة? طلعوا مرت ايه? اضربها في المدة اللي عندي عشر سنوات يبقى عشرين وحدة زمن. دلوقتي بس اقدر اجيب الجملة. طب الجملة. العشرين موجودة في الجدول قال لي اه. خمسة واتنين من عشر قال لي لا للأسف مش موجود. يبقى هنتطر ان نستخدم قانون الالة الحزبة. الف في واحد وعين من مية قس نون. الالف عندي بكام? قلت لك بسبع تلاف. في واحد وعين من مية. كتبت سفر خمسة اتنين. يبقى واحد علامة سفر خمسة اتنين. قس النون بكام? بعشرين. برافو عليك قلت لي دي وحدات الزمن اللي لسه طلعة. طيب هنشتغل ازاي بعد كده? سبع تلاف بالالة بقى هوا. سبع تلاف افتح قوس. واحد علامة صفر خمسة اتنين. الكل قس عشرين. يطلع معاك الناتج بالزبط. وبالتحديد تسعتاشر الف متين تلاتة وتسعين علامة تمانية وخمسين. كده قدرت احصل على الجملة. طب لو عاوز الفايدة اقول خلاص بها احنا عارفين ان الفايدة بتساوي الجملة ناقص اصل المبلغ. يعني التسعتاشر الف متين تلاتة وتسعين وتمانية وخمسين ناقص اصل المبلغ اللي عندي كان بسبعة تلاف. يبقى كده قدرت احصل على الجملة وكمان احصل على الفوائد اللي هي كانت اتناشر الف متين تلاتة وتسعين وتمانية وخمسين من مية. ده كان تمرين سهل وبسيط وقدرنا نجيب فيه الجملة وقدرنا نجيب اصل المبلغ. نقدر نشوف كمان تمرين على نفس الجزئية علشان ناكد على جزئية مرات الاضافة والتعديل السنوات الى وحدات زمن. وقدر بعد كده احل التمرين بطريقة عادية وطريقة سهلة. بيقول لي اوضع تاجر خمس تلاف جنيه في بنك. التاجر حط خمس تلاف جنيه في البنك. اوضع تاجر خمس تلاف جنيه في بنك. بمعدل فائدة مركبة. بمعدل فائدة مركبة. اتنين ونص في المية. كل اربع شهور. كل كام? كل اربع شهور. وذلك لمدة خمس تاشر سنة. طيب. هنا عندك التمرين. الراجل ده حط خمس تلاف جنيه. او نقول مسلا نمودة خمس سنوات. عشان ما نكبرش التمرين. احسب الجملة المركبة. والفوائد المركبة في نهاية المدة. تعال كده مع بعض. وقول لي. معطوات التمرين. اصل المبلغ بكم? بخمس تلاف. المعدل اللي عندنا اتنين ونص في المية. كل. اربع شهور قلت لك لازم تكتب المعدل كله. السنوات اللي عندنا خمس سنوات. لو سألتك التمرين ده يتحل على كده. قلت لي للأسف لا. لازم نعمل عملية تعديل. ونشوف مرات الاضافة. اللي عندي قدي ايه? الفايدة دي بتعلق كم مرة في السنة. بشوف مرات الاضافة اللي عندي. وشوف كم مرة في السنة. وبعد ما اجيب مرات الاضافة. هبتدي اعدل السنوات لوحدات زمن. طيب. هنا المعدل كان كام? بيقول لي خمسة. بيقول لي اتنين ونص في المية. كل اربع شهور. يبقى لما اجيب مرات الاضافة اللي عندي. اقول له المين بتساوي. شهور السنة اتنشر شهر. على اللي بعد كلمة كل من المعدل لشهور المعدل اربع شهور. اتنشر على الاربعة. فيها تلات مرات. خد بالك بقى هنجيب وحدات الزمن. بيساوي. كم سنة? خمسة. في كم مرة? تلاتة. يبقى كم? وحدة زمن خمستاشر وحدة زمن. عدلت المسألة بتاعتي. اه تمام كده. نقدر نجيب الجملة. الجملة بتساوي ايه? افكرك تاني بالقانون. الجملة بتساوي. الف فيه. مستخرج الجدول الاول. تحت اتنين ونص في المية امام خمستاشر وحدة زمن. طيب اصل المبلغ كام? قلت ليه خمس تلاف. فيه. مستخرج الجدول الاول. تحت اتنين ونص في المية امام خمستاشر سنة. لما هتبص على الجدول اتليها واحد. علامة اربعة اربعة تمانية اتنين تسعة. نضربها في الخمس تلاف بتاعتنا. يطلع سبع تلاف متين واحد واربعين وتسعة واربعين من مية. كده نتقدر بتحصل على الجملة. طيب عاوز الفايدة. قلت سبع تلاف متين واحد واربعين وتسعة واربعين. اصل المبلغ خمست تلاف. يبقى الفين متين واحد واربعين وتسعة واربعين من مية. وبكده تكون قدرت تحصل على الجملة والفايد. وقدرنا كمان نتعلم ان لو المعدل غير سنوي. لو المعدل عندي معدل غير سنوي. لازم اعدل السنوات لوحدات الزمن. بجيب الاول مين مرات الاضافة. شهور السنة على شهور المعدل. بعد كده بجيب وحدات الزمن اللي هي السنوات في عدد المرات اللي طلع معايا. واكمل التمرين بتاعنا. وقت حلقتنا انتهى. ان شاء الله على وعد وامل باللقاء بكم ومعاكم. وفي نهاية حلقتنا ان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظكم ودايما موفقين ودايما شاشة مصر للتعليم الفني داعم لنا ومسندة لنا في كل مراحل التعليم. شكرا كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة